وقعت مصر والإمارات والأردن على وفيقة للتعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر بأبوظبي وقع وفيقة المبادرة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن يوسف محمد الشمالي ويأتي التوقيع على وفيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاثة وتماشيا مع القناعة الراصخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات المختلفة بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفر فرص عمل متخصصة ترجمة نانسي قنقر